موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير سألنا حالنا هل ممكن انه نتجسس على اي شخص على الواتساب بس باستخدام رقم تليفونه؟ طبعا زمان كانت الاجابة لا كان هالموضوع مش متاح ولكن حاليا في برنامج يقوم بها العمل او تطبيق يقوم بها العمل برقب لك الشخص على الواتساب فقط من خلال رقمه فاذا كنت مهتم في الموضوع خليك معاي ويلا ننتقل الى الشرح اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بهالفيديو من جديد معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf طبعا اليوم احنا محتاجين تطبيق جميل وبسيط جدا ما بدو شرح بس حبيتي اشرح لكم اياه عشان تستفيدوا منه طبعا الي بدو يجي علق لي انه حرام تجسس وما تجسس ومش عارف شو انا راح انزل هالفيديو من مبدأ انه انت حابب انك تراقب اطفالك اطفالك مش زي اللي بحكي لك تراقب زوجتك وحبيبتك و اطفالك تراقبهم امتى بكونوا اونلاين امتى بكونوا اوفلاين تعرف كيف بيستخدموا تليفوناتهم فيعني الرقابة واجبة رقابة وليس تجسس ولكن طبعا نكتب تجسس في العنوان عشان الاشخاص اه اللي عندهم مرض نفسي انا اسف لكل الاشخاص اللي يزعلوا مني يدخلوا على الفيديو على كل انه احنا اليوم محتاجين لبرنامج بسيط اسمه What's Agent for Whatsapp طبعا زي ما احنا ملاحظين هاي شكل التطبيق او البرنامج Whatsapp مكشر لابس نظرات بعد ما نزل التطبيق طبعا رابطه موجود اسفل الفيديو بالوصف او باول تعليق بعد ما نزل التطبيق بنشغله طبعا انت لما تشغل التطبيق رح يطلع لك بشكل غير هيك رح افرجيك بعدين كيف زي ما احنا ملاحظين انا ضايف رقمين سعيد و ام طبعا هذور الرقمين زي ما انتوا شايفين تحليلاتهم بالاسفل عشان تعرف امتى كانوا اونلاين وامتى كانوا اوفلاين طبعا بامكانك تعمل compare او مقارنة بين هذور الشخصين او الاشخاص اللي انت ضايفهم داخل البرنامج عشان تعرف الاثنين مع بعض كم صاروا اونلاين كم صاروا اوفلاين باي ساعة في اي وقت كم ضلوا اوفلاين او كم ضلوا اونلاين على الواتساب وهكذا معلومات بتفيدك جدا في مراقبة اطفالك طبعا يعني انا لا اتحمل مسؤولية اي شخص بيستخدم هالتطبيق فيما لا يرضى الله وفي ازعاج الاخرين او اذيتهم على كلين انت اول ما تشغل التطبيق رح يفتح معك بهالشكل رح يعطيك يحكي لك ادخل الاسم او name فانت بتكتب الاسم على فرض بدي اكتب اسم SS كمثال اوكي بعد ما كتبنا SS بدنا نختار مفتاح الدولة تبع الرقم تبع الشخص اللي بدنا نراقبه فنختار مفتاح الدولة من اللائحة اللي موجودة امامنا او القائمة اللي موجودة امامنا فانا بدي اختار مفتاح الاردن GO تبعه جوردن 0962 وبنكتب الرقم في خانة phone number طبعا بعد ما نخلص رح نكبس على كابسة follow اللي موجودة بالاسفل اللي باللون الاخضر او اللي موجودة على طرف الشاشة اليمين في الاعلى انو putting number تحت المراقبة بدي يحط الرقم تحت المراقبة اوكي في عندك هنا خدمة انك تدفع 10 دولار شهريا عشان تشترك في البرنامج ولكن اول يوم معاك مجاني فانت بامكانك تستخدم البرنامج وظلك تعمله حذف بيانات هذا التطبيق من مدير التطبيقات وتستخدمه كل مرة كأنه اول مرة زي ما احنا شايفين هاي الرقم اللي احنا ضفناه SS اذا بتلاحظوا هاي تحليلاته بالاسفل اذا بتكبس عليها طبعا رح يفوتك على التحليلات بشكل دقيق طبعا هاي تحليلات اخر 24 ساعة لهذا الشخص على الواتساب خلينا نشوف ادخل على الواتساب واشوف شو رح يصير معي بعد ما فتنا على الواتساب ركزوا لي على طرف الشاشة في عندي اشعار من جيميل واشعار من يوتيوب ستوديو صار في عندي اشعار جديد من برنامج واتس ايجنت بس انا فت على الواتساب لانه انا الضحية كنت المراقب داخل البرنامج وزي ما احنا ملاحظين بيحكي لك SS is online انه انا صرت او الضحية صارت online فكل ما يصير الشخص اللي انت حاط رقمه داخل التطبيق او الاشخاص online بطلع لك اشعار انه فلان صار online بامكانك تراقبه تدخل وتشوف كم رح يضل online وكم رح يصير offline وهكذا نكبس على التحليلات وزي ما انتم شايفين هاي التحليلات كاملة في عندك هنا كابسة compare اللي هي مقارنة بامكانك تضيف رقم شخص معين زي ما شفت باول الفيديو وتعملهم مقارنة مع بعض وتشوف مين بيضل على الواتساب online اكثر وهيك وبس لهم بكون اتيت من الفيديو اتمنى انكم تستخدموا التطبيق بشكل صحيح وما تزعجوا الناس ما تضروا الناس فيه ياريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتم يشتركين فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات اول باول شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة بريكينغولف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته